السلام عليكم مرحبا بكم في وصفة جديدة مع ياراسين كويزين اليوم راح نحضروا مع بعض بيزا من دون عجين راح نحضرها فقط بالخبز البيت او الصابح او القديم راح نفتتوه ونحضروا هذا الطبق الرائع والبسيط نبدأ في طريقة التحضير وايضا في المقادير نخذ الخبز اللي كان قديم او بايت المهم يكون طري نفتتوه قطع صغيرة بهذه الطريقة بعد ذلك نخذو مقلة نحطو فيها الزبدة ندوروها على كامل المقلة بهذه الطريقة بعد ذلك نخذو الخبز اللي كنا قطعه نستفوه في المقلة اللي درنا فيها الزبدة او المارغارين هنا من الاحسن الزبدة والمارغارين راح تعطيها ذوقبنين لكن يمكن استعملوا الزيت او زيت الزيتون من جهة اخرى نحو نحضروا لها صوص طومات اللي راح تكون بززاف بسيطة ندروا ملعقة كبيرة من طماط من مصبرة زوج لا ثلاثة فصوص ثوم كبار سكر في جناهم صغير زوج ملاق كبار من الزيت او زيت الزيتون نخلطوهم جيدا نضيفو لهم نص كاس من الماء يكون دافي باش نحلو فيه طماطم وهنا طبعا نضعفو الكمية على حساب عدد الاشخاص وعلى حساب الخبز اللي عندكم نزيدو له الملح اللي هنا للصوصة نزيدو لها الملح نزيدو الفلفل اسود نحطوها على نار متوسطة حوالي عشر دقائق ومن جهة اخرى نروحو نحضروا البيض ناخذو اربع حبات بيض نضيرو لهم الملح هنا بالنسبة للملح ما نكثروش بزاف الملح لانه الخبز مالح والبيض وصلصة الطماطم نزيدو لهم ايضا الفلفل اسود بالنسبة لي زي بيس نزيدو على حساب من الاختيار وايضا على حساب الذوق انا زيت لهم زنجابيل يمكن نزيد الكركم يمكن فلفل الحمر الحلو ونزيدو المعدنوس القطع القيق ايضا نزيدو حوالي كاس من الحليب نخلطوهم جيدا حتى يمتازجوا مع بعض بعدها نحطينا الخبز على نار متوسطى المقلة اللي حطينا فيها الخبز نحطوه على نار متوسطى حتى تسخن جيدا ثم نفرغو عليها البيض اللي كنا زدنا له الحليب والزي بيس والمعدنوس كما تشوفو لازم كامل الخبز يتغطى بالبيض لانه بالبيض اللي راح يلسق في بعضها نضغطو عليه جيدا بهذه الطريقة هنا دايما على نار متوسطى نغلقو عليها ونخليوها حتى نشوفوها باللي حمارة الجوانب بالنسبة لي انا هنا طابط لي كثير من اللازم شوية جاتني حمارة كثير من اللازم متوسطى لازم لازم تعسوها جيدا نقلبوها من الجهة الثانية كما راكم تشوفو تحمرت جيدا نعودو رجعوها على نار قليلا وفي هذه المرحلة راح نديرو لها صلصة الطماطم اللي كنا خدمناها بالطماطم المصبراء والثوم والزيت والملح والفلفل اسود ندوروها عليها كامل بعد ذلك نضيفو لها الطن هنا يمكن استعملي الطن الطن بالزيت هنا استعملت الطن بالطماطم راح يعطيلو ذوق بزاف بنين بالنسبة لهذا البيتزا ماهيش راح تبان بالليب الخبز الصابح راح تجي رائعة نزيدو لها ايضا الزيتون مقطع بهذا الشكل هنا بالنسبة المكونات اللي نزيدوهم من فوق على حساب وش متوفر عندك وايضا على حساب الذوق يمكن زيدي الباتي يمكن زيدي الكاشير يمكن ايضا اللحم المفروم واللجاج لنقليوه في شوية زيت بعد ذلك نزيد الفخوماج او الجبن المبشور من فوق هنا اي نوع من الجبن يمكن زيدي ايضا جبن موثلثات نغطيو عليها ونخليوها دايما كما قلنا على نار قليلا ونغطيو عليها حتي ذوب الجبن بعد ذلك تكون وجدة عندنا نطفيو عليها ونقدموها ساخنة راح تجي بزافة مهشهشة وايضا ما ذاق بزافة كما شفتو ما تاخذش بزافة الوقت ومقاديرها جد بسيطة وبالنسبة للذوق الخبز اليابس او الخبز البيت ماهش راح يبنت فيها كامل وكأنو استعملنا فيها لبات ورح تجي بزافة طرية هناك نحيوها يمكن ندهنها من فوق ايضا بزيت الزيتون كما قلنا ولا نخليوها غير بهذا الشكل كما شفتو باللي ما تاخذش بزاف الوقت وايضا ما ذاق داعها بزاف بنين ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها بإذن الله وإلى اللقاء مع وصفة جديدة مع يا راسين كويزين